إمام عشور يستاهل أن تتكلم عنه كل مرة مليون في المئة إمام عشور كريم يستاهل اللي الدفع فيه والأهل محظوظ بأنه عنده إمام عشور وإمام عشور محظوظ جدا 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 بالنوم موجود في النادي الأهل إمام عشور بياخد كأس مصري بياخد بطولة السوبر المصري بيشترك في كأس العالم للأندية لأول مرة بيسجل في كأس العالم للأندية بيحصل على رجل المباراة في كأس العالم للأندية وبيتوج النهاردة بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في مسارته النهاردة ونروح للقاطات بس قبل ما نشغل اللقاطات النهاردة عنده رقم لم يحدث في هذه البطولة بيحصل أول مرة النهاردة 6 مراوغات ناجحة لإمام عشور 6 على 6 100% في كل مرة كان بيروح إلى على العيب من التراجي كان بيعدي 6 على 6 مفيش لاعب في دوري أبطال أفريقيا في كل المباريات في النسخة الحالية عنده رقم 6 على 6 في أي مباراة أوه رقم ده حلو بس في الآن كان محمود شاكل لسه جيبها الآن تحاولي أعدم الله بس سلام عليك كملت ورجعها لأنها نفس الهجمة لا بس اتقطعت كابتن كملت ورجعها لأنها نفس الهجمة لأنه خدت خدت قرى قبل ما اللعين تاني يطلع بيها ده أصراع لا ده أصراع ما إي خدت القرى في الآخر نقول 6 من 7 على كابتن 6 من 6 ماشي خلاص إزاي كابتن هو استحوز على الكرى مرة تانية اللي هي الترجي يا كابتن بيشتغل في مناطق عميقة في الملعب وبتري يعمل أسستات موجود عايز يشتغل جناح موجود عايز يشتغل ويعمل ماشي الفريم دي اللقطة عشان مناخدش فيها وقت اللي كان بشرحها محمود من شوية والبينتريشنز اللي كان بيعملها واستغلاله للمساحة دايما على الناحية الشمال كجناح أيصر اللي بعدها اللي بعدها على طول ماشي الفريم اللي بعده دي كانت اللقطة الأولى ناشر بتكلم فيها محمود روح لللي بعده الحالة اللي بعدها على طول الحالة اللي بعدها دي لقطة اللي تم احراز منها الهدف بعد كلا من دربة ركنية اللقطة اللي بعدها على طول امام عشور هنا وهو موجود فين موجود على خط التمنتاشر بص بقى كريم لعيب عنده القدرة لعيب وسط ملعب عنده القدرة انه يعمل ترانزيشن ويحط الكرة تحت رجله ويقطع عربعين خمسين متر والعيب اللي قابله ويرقصه ادي الاولاني عدى منه راح يتاني راح معدى منه راح ضربه منين قطع الكرة منين من على نقطة خط منطقة الجزاء بتاعت النادي الاهلي لحد ما راح على التلت الأخير بتاع نادي التراجي الفريم اللي بعده يلا الفريم اللي بعده على طول يلا الفريم اللي بعده كمان كمان بص هنا نفس القص بياخد الكرة امام عشور طول الوقت حل موجود في عمق الملعب او على الاطراف طول الوقت لعيب متعدد المهام انت بتتكلم على لعيب اينما طلب منه انه يتواجد بيتواجد كمل الفريم اللي بعده على طول الفريم اللي بعده الراجل ما عندوش مشكلة انه يعمل ترناتو غير الملعب ويشتغل على الاطراف ويشتغل في العمق كمان كمان الفريم اللي بعده بص هنا كمل هينزل استلم كمل هياخد الكرة ويكمل ويفنت الراجل ما عندوش ازمة خالص ما عندوش ازمة انه يعدي في اي وقت من الوقت انه يعدي طول الوقت يعدي واحد على واحد يعدي هنا الراجل هيدربه ويعمل معاه فاول. الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده. وبيعمل اسست منين. بص بقى. بص نازل فينا يا كريم. نازل على اول خط للنادي الاهلي. نازل في الخط الدفاع دفديا خمسة وتلاتين. الراجل نازل في مركز الباكليفت اللي هو مكان كريم فؤاد. وسايب كريم يطلع. هيحطها تمريرة طولية صحيحة على الجانب الايصر لحسين الشحات. اللي بعده. الفريم اللي بعده. اخر فريم. ماشي. ماشي. خلاص. نروح لمصطفى شبير.